في حادثة تعد هي الأولى من نوعيها في الموصل بعد انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النواب سجلت المدينة صباح اليوم مقتل أول مرشح عن ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية استهدفته بإطلاق ناري في منطقة الرأس بفراش نومه في قرية اللزاقة جنوبية الموصلة عمليات نينوى أكدت أن معطيات الحادث تشير إلى أنه جنائي أكثر منه إرهابي وهي بانتظار نتائج التحقيق لمعرفة ملابساته كل المعلومات تشير أنه الحادث جنائي وليس حادث إرهابي الرجل الله يرحمه مضروب طلقة واحدة وننتظر نتائج التحقيق ائتلاف الوطنية في نينوى الذي ينضوي إليه المغدور الجبوري اتهم جهات سياسية لم يسمها بعملية التصفية كونه يمتلك قاعدة جماهيرية وتعرض لضغوطات خلال حملته الانتخابية في منطقته جنوبية الموصلة استهداف سياسي واضح لشخصية وطنية عراقية شبابية مؤثرة ذات فكر ستراتيجي واليوم تتقدم الصفوف لبناء البلد باستشهاده في هذه الليلة على يد ثلة من العصابة المجرمة وأنا أؤكد أن هذا الاستهداف سياسي هذا الاستهداف هو استهداف سياسي فهو كان دائما يعاني من الحملة الإعلامية كان يضايقه الفليكسات التي صور الشخصية كانوا يتعرض لها اغتيال مرشح ضمن الطاقات الشابة في هذا الوقت قبيل الانتخابات ولد ردود فعل لدى الشارع الموصلية الذي أطلق تحذيرات من استهداف تلك الطاقات والتي يعول عليها في المرحلة القادمة الشهيد الضحية هو ممثل لكثير من شباب المدينة خاصة من نخبة أهالي جنوب الموصل في مناطق القيارة طبعا نحن نساءل عن سبب هذا الاغتيال خصوصا في هذا الوقت واتزايدت ردود الأفعال على اغتيال الجبور في مواقع التواصل الاجتماعي التي نقلت أيضا تصريحات لقيادات سياسية للمطالبة بكشف الجنات باعتبارها أول حادثة تحصل في منطقة تبعد أكثر من سبعين كيلو متر جنوبي الموصل مسلسل استهداف المرشحين الذي انتهى بتحرير المدينة عاودت ملامحه الظهور مرة أخرى واسترقب واضح يسود المشهد الموصلية فيما ستقول إليه نتائج التحقيق بحادث اغتيال المرشح الجبورية من الموصل هيثم أحمد الحرة